السلام عليكم أنا محمد غنايم لنفترض أنك بعد يوم طويل متعب كان أقصى ما تتمنى أن تنام فأنت تشعر بالتعب والنعاس المهم وضعت رأسك على الوسادة لتنام فجأة وجدت شعور النعاس قد تبخر وكأنك لم تكن متعب أو نعس حينها تقول ربما هي وضعية النوم فتبدأ بالتقلب يمينا ويسارا محاولا إيجاد وضعية مريحة تساعدك بالنوم وتحاول إجبار عينيك على النوم ولكن دون فائدة هنا تكتشف أن حياتك سيئة جدا لا تعجبك بسبب الأفكار السلبية التي بدأت بالتوافد إليك أفكار سلبية أحلام يقضى فأنت حينها لم تفقد شعور النعاس فقط بل أصبحت متوتر أيضا وفجأة تنظر للساعة بجانبك لتجد أن ثلاث ساعات مرت دون أن تنام وأنت على هذه الحالة فتشعر بالغضب من نفسك وتبدأ بحساب عدد الساعات المتبقية للنوم فغدا لديك دوام ولم يبقى الكثير للفجر إذا كان هذا الموقف مألوف لك فأحرص على مشاهدة هذه الحلقة لنهايتها وسأخبرك في نهايتها عن تقنية تستخدمها البحرية الأمريكية للنوم خلال دقيقتين تسمى تقنية نيفي الآن لكي تشعر بالنعاس اتبع ما سأخبرك إياه لنبدأ بخفض درجة حرارة جسدك لتشعر بالنعاس كلما ارتفعت درجة حرارة جسدك كلما أصبحت أكثر يقضح فمحاولة النوم في مكان حار أو بطنية ثقيلة تجعل النوم أصعب فعند النوم تنخفض درجة حرارة الجسم علميا بمقدار 1.5 درجة مئوية لذلك لا بد علينا من خفض درجة حرارتك حتى تستطيع الشعور بالنعاس فإذا كنت في مكان حار أريد منك أن تقوم بتشغيل المكيف على درجة حرارة 18.5 أو قم بتشغيل المروحة وإذا لم تملك لا مروحة ولا مكيف قم بنزع البطنية عنك أو قم بالتخفيف مما ترتدي حتى تشعر بالبرد طبعا درجة الحرارة المرتفعة جدا أو المنخفضة جدا تسبب اليقظة فإذا كنت في الشتاء أيضا حاول أن تجعل درجة الحرارة المحيطة بك 18.5 درجة مئوية سيكون الجو بارد ولكن هذه الخطوة الأولى لكي تشعر بالنعاس ففي مراحل النوم يوجد مرحلة تسمى مرحلة نوم حركة العين غير السريعة لتصل لهذه المرحلة يجب أن يكون درجة حرارة جسدك في الحد الأدنى للنوم وارتفاع درجة الحرارة المحيطة بك تبطئ هذه العملية الأمر الثاني الذي أريد منك أن تطبقها في حال تحتاج النوم بشدة ولديك أعمال غدا يتوجب عليك تطبيقها هي أن تأخذ حمام ساخن وليس فاتر أو بارد يجب أن تكون المياه ساخنة لماذا ساخنة؟ ذلك بسبب أن الماء الساخن يجعل سطح البشرة يتوهج بسبب الحرارة وهذا يحفز الدم على إخفاض درجة الحرارة فور خروجك من الحمام إذا لا تريد هذه الخطوة وتشعر أنك لست في مزاج الحمام ساخن انتقل الخطوة التي تليها لا مشكلة الآن ابدأ بالتنفس ببطء وانتظام هكذا هذا يقلل نبضات القلب وضغط الدم وبالتالي الشعور بالاسترخاء ولا تقلق عندما تغرق في النوم يرتفع معدل تنفسك مرة أخرى يعني الفكرة من التنفس البطيء هو إبطاء معدل لأن مضات القلب والضغط بشكل عام وبالتالي النعاس الأمر التالي الذي أريد منك تنفيذه هو أن لا تنظر للساعة إطلاقا قدر الإمكان لا تنظر ولا تهتم للوقت لأن رصدك للوقت يزيد توترك طبعا أنت على الأغلب تشاهدني من الهاتف لذلك أيضا لا تهتم للوقت الموجود أعلى ولا تنظر له الآن يجب أن نحاول أن نحاول الاسترخاء غالبا تفشل في محاولات الاسترخاء عند بقاء العقل نشط يفكر باستمرار قبل النوم يعني الفراش ليس المكان المناسب للتفكير بمشاكلك وهمومك صحيح لذلك تعد قراءة كتاب أو رواية من الأنشطة التي تساعد في الاسترخاء ولكن القراءة أحيانا لغير المعتدين عليها تكون منبه لهم لأنها تجعلهم يركزون فيما يقرؤون وبالتالي اليقظة وهنا دراسة حديثة فيها أن تستمع لصوت الهمس هذه الدراسة أحبتي في الله مشتقة من تأثير صوت الأم عندما تحاول أن تجعل طفلها ينام كما في الدراسة صوت الهمس يحفز الاسترخاء والنعاس وهنا يوجد ما يسمى بالـ ASMR بعض الناس يساعدهم هذا المنهج في الاسترخاء مثل أصوات الطعام طبعا أنا شخصيا أكره أصوات الطعام لا أجدها سببا أو داعي للإسترخاء مجال متفرع وليس مشاهدته كل حلال طبعا ولكن كما أي موضوع به الجيد وبه السيء وأنت تختار ما تحاسب عنه يوم القيام ولو أن الأبحاث العلمية في مدى تأثير هذا الأمر على الدماء غير واضحة إلى الآن وهنا قبل أن تحاول أن تحاول الاسترخاء إذا يوجد في ثلاجتك مثلا حليب خصوصا الذي يحتوي على الحمض الأميني تريبتوفان اشربه هذا الحمض الأميني يعزز النوم ويوجد بكميات صغيرة في الأطعمة البروتينية وبالتالي يحفز الميلاتونين وبالتالي النعاس وله تأثير مهدئ المهم إذا لم تشعر بالنعاس إلى الآن دعني أخبرك بعض الأمور التي تجع النومك أيسر إذا كنت تدخن وهذا أمر لا أنصح به إطلاقا حاول أن لا تدخن قبل ثلاث ساعات من موعد النوم على الأقل لماذا؟ لأن الجسم يحتاج خمس ساعات للتخلص من نصف كمية الكافين أو النيكوتين المستهلكة لذلك لا تشرب القهوة والمنبهات بعد الساعة الخامسة عصرا إذا أردت أن تنام بكل أريحية لا تمارس الرياض إطلاقا قبل ساعتين من النوم أيضا أفادت دراسات كثيرة أن الأنشطة البدنية تساعد على النوم بسرعة لأنها تتعبك وبالتالي تحتاج الراحة يعني الأمر منطقي ولكن شرط أن لا تكون هذه الرياضة قبل النوم بثلاث ساعات يعني إذا تتذكر عندما كنت تذهب إلى الجيم وتعود متعب وتكون أمس الحاجة للنوم لا تستطيع النوم مباشرة يستغرق الأمر بعد الساعات حتى تستطيع النوم صحيح أيضا تعرض لضوء الشمس صباحا وتجنب ضوء هاتفك ليلا دراسة تقول إذا كنت تواجه مشاكل في النوم يجب أن تتعرض لضوء الشمس لمدة ثلاثين دقيقة يوميا ويجب أن تنام في الظلام الدامس طبعا الطب ينصح بالنوم في الظلام الدامس بدون وجود لمبة خافتة في الغرفة أو ما شابه أو نافذة مضيئة بنور الشارع ولكن بعض الناس كما تعلمون تخاف العتمة وخصوصا للفتيات يعني حاول أن تنام في الظلام الدامس تخوف الجملة الآن نأتي إلى تقنية نيفي للنوم خلال دقيقتين أعتقد أنك ما زلت مستيقظة الآن ولديك دوام غدا فهذا الحل النهائي لدينا علميا الحل الآخر يعني أن يضربك شخص على رأسك ويقوم مع عليك هذا الحل الغير علمي هذه التقنية تمكنك من النوم حتى أثناء الجلوس ويدعي مستخدمي هذه التقنية أن بعد ست أسابيع من استخدامي يمكنك النوم خلال دقيقتين فقط يعني سأقرأ لك كما كتب أصحاب هذه التقنية هنا وأنت حاول أن تطبق ما أقوله لك خذ نفسا عميقا وأغمض عينيك ركز على وجهك وحاول أن تشعر به دون لمسه يعني أشعر بوجهك وعضلاته تخيل استرخاء عضلات وجهك واحدة تلو الأخرى تعرفون أن الوجه به عضلات كثيرة تخيل أنها تسترخي واحدة تلو الأخرى الآن خذ نفسا عميقا آخر حاول أن تشعر باسترخاء الخدود واللسان والفم والفك افتح فمك لأكبر قدر ممكن ثم أغلق أو تركه يغلق لوحده هذا يحرك عضلات وجهك ويساعد في استرخاء الوجه خذ الآن نفسا عميقا آخر الآن أشعر بيديك واقبضها إليك ثم دعها ونفس الأمر للمرفق واليد الأخرى ثم القدم اليمنى ثم اليسرى لا تفكر بأي فكرة إيجابية أو سلبية إذا أجبرك دماغك على التفكير الآن كرر جملة لا تفكر لا تفكر لا تفكر استمر في التنفس بشكل بطيء ومنتظم ونم في النهاية حبتي في الله إذا لم تنم إلى الآن وإذا أنت الآن تجاهدني صباعا أن لا داعي لأن تنام ولكن تأكد أنك لست الوحيد الذي يعاني من الأرق في دراسة طبقة على نصف مليون شخص وجدوا أن أغلب البالغين لا يأخذون القصط الكافي من النوم يوميا فأتمنى لكم حياة هنيئة ونوم هني ودمتم في أمان الله أنا والله العزيزي تسرعها يا علي